أزمة حقيقية تعانيها نينوى في القطاع الصحي على الرغم من مرور ستة أعوام على سعادة السيطرة على المحافظة إلا أن معظم مستشفى الموصل لم تشهد أي أعمار بعد تدميرها بآلة الحرب العسكرية نينوى التي يزيد عدد سكانها عن 4.5 ملايين نسمة باتت تعتمد على ما يعرف بالمستشفى الكارفانية التي تتألت من غرف جاهزة يرى الدفاع المدني أنها غير آمنة فسعت على إثر ذلك وزارة الصحة الحالية إلى إغلاقها بعد فاجعة حريق الحمدانية وهما خلق أزمة مركبة أكدها سكان الموصل الذين قالوا أن تطبيق هكذا قرار فجأة ودون توفير بداء الفاقم الوضع الصحي في محافظة تعتمد بالأساس على مشاف كارفانية مجلس عيان الموصل من جانبه انتقد الإهمل الحكومي للقطاع الصحي في نينوى لأسيما بعد تدمير معظم البنى التحتية فيها ولجوء سلطات الحكومية إلى إنشاء مستشفيات كارفانية بحجة أنها مؤقتة لحين الانتهاء من أعمار المرافق الصحية التي خرجت من الخدمة فعليا لكن سوء التخطيط وقلة المخصصات المالية وتفشي الفساد على حساب ملف الأعمار حالت دون إنجاز ذلك وهو ما أكده نواب عن المحافظة إغلاق المستشفيات الكارفانية في الموصل فاقم الوقع الصحي المتردي أصلا في مدينة كانت مستشفياتها تضم سابقا أربعة ألاف وثمانمائة سرير لكن المتوفر منها اليوم يعمل بألف وستمائة سرير فقط جراء تعرض أغلبها للدمار والتأخر يعدت أعمارها نتيجة التلاعب الكبير بالأموال المخصصة للأعمار التي التهمها فساد جهات معينة تابعة لكوتل وأحزاب متنفذة ليقف سكان الموصل اليوم أمام أزمة إنسانية وصحية جديدة تضاف لأزماتهم المستمرة منذ سنوات